بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبابي الطلاب؟ هل أنتم بخير؟ أحسنتم دائما وأبدا قولوا الحمد لله اليوم أحبابي الطلاب لنا لقاء جديد مع درس جديد هو تكملة للدرس السابق الذي كان بعنوان حل مسائل لفظية تتضمن الجمع والطرح الجزء الثاني الأهداف أن يحل الطالب مسائل لفظية باستعمال الجمع والطرح وبمهارة نحتاج عزيزي الطالب إلى تجهيز كتاب الرياضيات وقلم هيا بنا عزيزي الطلاب لنحل المسألة التالية معا تدريب ثلاثة صفحة ثلاث واربعون أكتب جملة عددية لحل المسألة لدى سالم ثلاثة ألعاب أكثر مما لدى حسن لدى سالم تسعة ألعاب كم لعبة لدى حسن هيا بنا عزيزي الطالب لنطبق خطوات حل المسألة على هذه المسألة أولى هذه الخطوات هي قراءة المسألة قراءة جيدة الخطوة الثانية تحديد المعطيات ما هي معطيات هذه المسألة؟ أحسنتم معطيات هذه المسألة أن سالم لديه أكثر من حسن بكم لعبة؟ أحسنتم أكثر منه بثلاثة ألعاب وأن لدى سالم كم لعبة؟ أحسنتم تسعة ألعاب الآن عزيزي الطالب هيا بنا لنحدد ما هو المطلوب في هذه المسألة أحسنتم كم لعبة لدى حسن؟ اتفقنا أعزائي الطلاب الدرس السابق أن كلمة أكثر تدل على الزيادة لكن هنا المطلوب كم لعبة لدى حسن؟ إذن كلمة أكثر هي كلمة تخص سالم ولكن في هذه المسألة المطلوب كم لعبة لدى حسن؟ أي أن حسن لديه أقل من سالم فهذا يعني أعزائي الطلاب أن العملية سوف تكون عملية طرح أحسنتم بارك الله بكم إذن هيا بنا لنكتب عبارة الطرح أحسنتم عبارة الطرح هي تسعة ناقص ثلاثة ما رأيكم الآن عزيز الطالب أن نشكل لوحة الأجزاء التي ستساعدنا كثيرا في إيجاد ناتج الطرح إذن هذه هي لوحة الأجزاء واتفقنا سابقا أن العدد الأكبر نضعه في الأعلى والذي يخص عدد الألعاب لدى سالم وأن العدد الأصغر نضعه في خانات الأجزاء وهي سلاسة ألعاب التي يزيد فيها عدد ألعاب سالم عن ألعاب حسن الآن لنفكر ما هو الجزء الآخر الذي إذا أضيف إلى العدد ثلاثة كان الناتج هو تسعة إذن لنفكر قليلا أحسنتم إذن الجزء الآخر هو العدد ستة أي أن عدد ألعاب حسن هي ستة وبذلك تتشكل لدينا حقيقة الجمع كاملة وهي ثلاثة زائد ستة يساوي تسعة أي أن ناتج الطرح هو العدد ستة إذن لدى حسن ستة ألعاب أحسنتم بارك الله بكم الآن أعزائي الطلاب تدريب تسعة صفحة أربعين وأربعون ادخلت فاطمة ثلاثة عشر ريالا تريد وضع بعض الريالات في سندوق والباقي في محفظتها اكتب جملة عددية لتمثيل طريقة واحدة تمكنها من وضع الريالات إذن لدى فاطمة ثلاثة عشر ريالا إذن هذه المعطيات كيف سنساعد فاطمة على وضع بعض الريالات في سندوق والباقي في محفظتها نريد منكم أعزائي الطلاب أن تساعد فاطمة لكتابة جملة عددية لأجل ذلك إذن المعطيات أصبحت واضحة المطلوب كتابة جملة عددية إذن واحدة كتابة جملة عددية واحدة لتمثيل طريقة تمكنها من وضع الريالات هيا بنا عزيز الطالب لنشكل لوحة الأجزاء انظر إلى هذه اللوحة في الأعلى وضعنا العدد الكلي أو العدد الأكبر وهو يمسل الريالات التي تملكها فاطمة وفي الأجزاء لدينا جزءا الجزء الأول الريالات التي ستضعها في السندوق والجزء الآخر الريال الذي ستضعه في المحفظة الآن عزيز الطالب هيا بنا لنساعد فاطمة أريد منكم أن تعطوني عددين إذا جمعناهما كان الناتج ثلاثة عشر وما أكثرها أحسنتم إذن لدينا عدة خيارات لكتابة هذه الأجزاء فمن الممكن أن أأخذ خمسة وثمانية ماذا تعني هذه الأجزاء؟ أي أن فاطمة سوف تضع خمس ريالات في السندوق وسوف تضع ثمانية ريالات في المحفظة أطلب منكم الآن عزيز الطلاب أن تفكروا أيضا في جمل عددية أخرى فهناك الكثير من هذه الجمل فمن الممكن أن أأخذ ثلاثة ريالات في السندوق وعشرة ريالات في المحفظة وأترك لكم الباقي أحباء الطلاب لتفكروا أيضا في جمل عددية أخرى إذن أصبحت الجملة العددية هي خمسة ذائد سمانية يساوي ثلاثة عشر لنحل المسألة التالية معا تدريب ستة صفحة ثلاثة وأربعون اكتب جملة عددية لحل المسألة لدى سمير ثلاثة عشر فرشات لدى حمد ستة فرش بكم يقول عدد الفرش لدى حمد عما لدى سمير إذن هيا بنا عزائي الطلاب لنحدد المعطيات كم لدى سمير أحسنتم ثلاثة عشر فرشات وكم لدى حمد أحسنتم ست فرش الآن بكم يقول عدد الفرش لدى حمد عما لدى سمير لا تنسوا عزيز الطالب بأن كلمة يقول تدل على عملية الطرح إذن هيا بنا لنكتب عبارة الطرح المناسبة أحسنتم ثلاثة عشر ناقص ستة الآن عزيز الطالب لإيجاد ناتج الطرح هناك عدة طرق ممكن أن أستخدم لوحة الأجزاء أحسنتم ممكن أن أستخدم أيضا خط الأعداد ممكن أن أستخدم كذلك الأمر المكعبات التركيبية كلها تصلح لأن تساعدنا في إيجاد ناتج الطرح إذن ناتج الطرح في هذه المسألة هو سبعة الواجب عزيز الطالب هو تمرين عشر صفحة أربع وأربعون لا تنسى عزيز الطالب أن تتأكد من صحة الحل أترككم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر